موسيقى موسيقى اه موسيقى فردوس عبد الحميد والاخ الكاتب الصحص موسيقى موسيقى اه انا مستعد جدا تتبرع بمي مش بفلوس يعني موسيقى نحن مستعد عمجان تدعم لنا كل حاجة فموسيقى اتبرع بدمي يعني رغم ان انا مواطن بصير جدا جدا يعني بتشتغل ايه استاذ عبدالعزيز؟ انا والله تصربت من التعاليم الثانوي لظروف خاصة وبشتغل تاجر يعني بتاجر في حاجات كده وتفرق معاك ايه انه يبقى عندنا حيئة علمية؟ تفرق كتير جدا يعني مقياس تقدم الشعوب بتقدمها علميا اسرائيل لما كان بتضرب فلسطين ما كانتش بتضربها بعساكر كان بترضبها بتقدم وهنا النغذ اتقدم العلمي دrocketنا عن نفسي يعني حاجة كبيرة جدا جدا ح obstacle Cincinnati هزلك سؤال با��خ شويا يا أستاذ عبدالعزيز انك دخلك تقريبا قدي Heck انت دخلك تقريبا قدي اانت اسمك بشكل ايه الاسم الكامل مش موالي ضالها معنا عبدالعزيز فى النصرح لا لا بالعكس انا عايز اعرف دخلك تقريبا قدي ايه أنا أقول لحضرتك حاجة زريفة أستاذ أمونة تفضل أستاذ عبدالله الشعب اللي بيدفع خمسة جنيه زبالة ومفيش نظافة مستعد يدفع خمسة جنيه كل شهر للجامعة أما ادفع خمسة جنيه للتعليم والعيالي أحسن ما بيدفعهم زبالة ومش شايف حاجة نظيفة أدامي فمش هتدعبني خمسة نمش هتدعب المشروع تتماول كده المشروع تتماول كده عايز أشكره جدا عايز أشكره جدا بقدريدفع اوره صحيح ندفع زبالة وممتشها شكرا جزيلا أستاذ عبدالعالين اهت nhiềuت جدا بمكالمة حضرتك معانا أستاذ زهران فاضل أستاذ زهران أستاذ زهراء أنا أسفل فاضل لي فض statements Jenny طبعا أستاذ جدا بمشروع عد الراتيك وانا شايف أنه هذا امل في المستقبل حقا يعني أخيرا ربنا كده نور لينا يعني مفتاح صغير كده حيفتح لنا الباب حيمشينا تاني في الطريق علشان نرجع يعني بقى في عندنا أمل شوية يعني حضرتك من كام يوم في مدرسة في الخيوم لم ينجح أحد والأستاذ لبيب السباعي سنين طويلة بيكافح علشان بطلوا التفكير في تطوير كل شوية نغير في الصناوية العامة نفكر في أنشطة نفكر معرفش ايه كل ده تفكيرهم لكن احنا عاوزين المتصوكين في الصناوية العامة قالك الأنشطة الصيفية والأنشطة اللا صيفية تنضاف على الشهادة ماعرفش ازاي نحن عاشدين المكان اللي يبقى فيه عقول ابناء المتحولين حاجتك بتشتغل ايه او طالبة في ايه ولا يا فندم أنا كاتبت قصة قصيرة واطفال طيب يعني برضو حالمة زيه أستاذ جماد ايه اخذنيش ما تفتكليش ان دي بحماسة كده وإنما على أرض الواقع ممكن تتبرعي وبعد كده فلوسك تروح عليك ايه لا يا فندم او يتعامد بها حاجة مش هي اللي كان نفسك فيها والله هو أنا عندي أمل وشايفة ان احنا أهم حاجة ان احنا هنفق في المجموعة الجميلة اللي هي هتتتوليها الموضوع مجلس الأمناء دي أهم حاجة اه يعني انت منسبالك مجلس الأمناء هو أهم حاجة الفيصل يا فندم هو ده الفيصل اللي حفليني بقى سعيدة ومتمئنة وحساعد أنا وأسرتي وكل اللي نعرفهم أكيد كل مصري حيحاول لدي الأمل قدامه طيب يا أستاذ زهراء أستاذ دبيب السباعي قال انه مجلس الأمناء بموجب القانون الحالي اللي هو القانون اللي لسه تمت إجازته يعني قانون الجامعات الأهلية مجلس الأمناء اللي حضرتك بتعاول عليه وبتقول انه هو ده اللي يخليني مقتنع ودفع فلوس وانا مطمنة عيوه قالك انه نصهم يختارهم وزير التعليم العالي والنص التالي لازم يوافق عليه والله يا فندم احنا انا حقول لحارك حاجة انا نفسي انه احنا ان ده ان شاء الله يعني حنحاول الناس لازم يبقى فيه نحاول ان الكلام ده ما يتنفس معرفش ازاي اه يعني شايفة لازم الحاجة اللي انت عاست تبراعيله ده يطلع من جناب ايوه دي حاجة بقى بتعيتنا احنا عايزين حاجة القوانين اللي موجودة ايوه فندم احنا عايزين حاجة احنا بقى بقى دام احنا هنعمل حاجة عشان نبقى نرجع تاني زي زمان نرجع تاني مصر الجميلة اللي بيعني طول عمرينك وانك ويسين احنا شوفي حاجرتك الهند احنا فين احنا عايزين بقى احنا هنعمل حاجة محدش يتدخل فيها طيب اشكر تساخل لدك يا اسازة زهراء ده الناس بتدور على الحلم قبل ما تكمل ايوه انا حاسم فيه كلام على طرف السلم لا يعني انا مش متخيلة ان مشروع زايدة برضو ندخل تحت مظلة التعليم اللي هو مش تعليم يعني معلش انا اسف انا بقول كده لان لان انا احاولك هلا حاجة احنا شهاداتنا معترف بيها في كل بلاد الدون حاولك حاولك بس محدش المعنى ده قائم محدش المعنى ده قائم محدش المعنى ده مش قائم لانه انا عرفت انه فيه ناس بتعايزة تكمل تعليمها في لندن او كده لازم يعملوا معادلة وحاجات كتير اوي اه السودان مش معتلفة ببعض درجات لعلمانت منهم من جماعات مصر السودان مش قائم حديتانة yas pressures لأيه درجت الب ping pm من بعض الجماعات المصرية بقيقعد النظر FORら对边 اعربية حاجة اغر pirates بس مجرتين اقول انه الهيئة لتفريخ مجرد الإخلاجين مثل حاجة اخل انه تدر درجات مصرية كل فمجال هو يقدر ينهض بقطاع اقل تقالية الهيت لما يكون أبسط حاجة أبسط حق للطفل المصري أن يبقى له نشاط في المدرسة وهذا النشاط ببرة ألم يتلغي ليه لسبب غريب أوي؟ أنه لا يوجد أماكن لا يوجد أماكن يعني إيه؟ تبا تعمل على السطح لا تبني دور تعمل فيه الأنشطة تعملوا أي حاجة لكن أنا في رأيي دي جريمة أن الطفل المصري اللي بعد كده يبقى عالم ويبقى موسيقي ويبقى فنان ويبقى مهندس يعني كل الملكات الرائعة دي اللي لازم أنا أدعمها وهو برعم صغير ما بعملهاش يبقى أنا حتلع إيه؟ بعد كده نقول ده في إرهاب وفيه مش عارف إيه وفيه إيه؟ واضحة تماما للناس أنا لا أدعو إلى هيئة تبقى لأي قانون موجود أنا أدعو لهيئة علمية ما فيهاش أصلا طلبة مش بدعو للجامعة عشان تبقى أهلية أو خاصة أو غير كده أو حكومية أنا بدعو لهيئة علمية تهتم بالبحث العلمي تبحث مشاكلنا الكبيرة في المجتمع كيف تفيد لها حلول علمية تبحث في المناطق اللي العالم تقدم فيها جدا وإحنا لسه مستهلكين زي البرمجيات زي التقن النوية السلمية زي النانو تكنولوجي يعني أنا مش بدعو لجامعة هيخشها مين وهيدفع مصاريف إيه؟ ده مش وارد في ذهني خالص وبالتالي هذه الهيئة العلمية لها مهام من بينها